طيب خليني انتقل لمقال للكاتب الصحفي الأستاذ محمد الفئي مدير إدارة البرامج بقناة صد البلد ونائب رئيس تحليل جريدة الأخبار جاء المقال تحت عنوان كتيبة عبدين لحفظ استثمارات المواطنين الاستثمار العقاري في فترات وعهود سابقة لم يكن الاستثمار الآمن عندما تقوم بشراء أي وحدة عقارية مهما كانت كفاءة الشركة المطورة تضع يدك على قلبك وتنتظر موعد التسليم وبعد أن تمر مدة طويلة من فترة الأقصاط تكون أسيرا لهذه الشركة فلا مفر من استكمال دفع الأقصاط إلا وقد تتعرض لغرامات مستفزة تكتشف أنها موجودة في العقود رغم أنك في بعض الأحيان لا تجد تقدما في البناء بقدر ما تدفعه من أقصاط فتبقى فريسة ولا تملك إلا الدعاء بأن تبقى استثماراتك وتحويشة العمر في أمان منذ سنوات قليلة أعلنت الدولة عن تدشين مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي نالت ثقة المواطنين على أساس أن كل شركات المطورين تعمل وفق عباءة الدولة ممثلة في شركة العاصمة الإدارية وبالفعل ظهر حراك كبير وإقبال من المواطني للاستثمار في العاصمة فهي المستقبل الآمن للاستثمار العقاري وشهد السوق العقاري رواجا لم يشهده من قبل ثقة المواطنين تأكدت أنها في محلها وأن تحويشة العمر مصونة بعد التحركات السريعة التي قامت بها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بقيادة حكيمة من اللواء أحمد زكي عبدين رئيس الشركة وأنجزت مشكلة كانت لا تحل سابقا بعد تعثر أحد المشروعات في منطقة R7 بعيدا عن الروتين تحركت كتيبة عبدين واللواء محمد عبداللطيف واللواء مجدي أمين والمستشار أسامة مؤنس في أول واقعة تعثر لأحد المطورين وحولته من مشروع تفوح منه رائحة خبيثة إلى المشروع الأكثر أمانا بالعاصمة الإدارية بعد هذه الواقعة التي شهدت حلا سحريا بإنشاء حساب مقيد بأحد البنوك للإنفاق على المشروع لضمان حقوق العملاء وضعت الشركة منهجا جديدا وخط سير لكل المطورين بأنه لا مساس بالعملاء وأن استثمارات المواطنين خط أحمر وأن هذا المشروع الوطني يسير في طريقه على قدمين ثابتتين وسيبقى قبلة للاستثمار العقاري هذا المنهج الجديد أراه يتكرر في حل وقعة جديدة مرتبطة بإحدى جمعيات الإسكان وهذا يعني أن شركة العاصمة الإدارية ترسي منهجا جديدا لكل المواطنين استثماراتك في العاصمة آمنة المقال ده يتكلم على موضوع خلييني أقول كل نوعين فيه المطورين العقاريين والتعثر وفعلا أنت بتقع فريسة وخلاص وبتضطر لتك فعلا ما قدمكش حل ما فيش بديل وفيه لغاية دلوقتي ناس كده هذا المنهج وكان أنا أتذكر أن السيد الرئيس كان تحدث عن بعض المشروعات في السحل الشمالي وقال ما يتمش الإعلان إلا بعد تكون فيه 30 في المامل إنشاءات أنا أتذكر ده وأن الرئيس أرسى هذا قبل هذا الموضوع بس كنا منتكلم على السحل الشمالي إزاي نقدر نعمم ده في الوضع الحالي دلوقتي يعني ده نموذج الأرينافي المقال لأستاذ محمد الفئي نموذج رائع نتمنى أنه يطبق على الباقي هو أستاذ محمد حطي يده على نقطة مهمة هو موضوع الثقة خلي بالحضرتك الثقة في السوق العقاري مهمة جدا يعني هو طرح فكرة كيف تعاملت الشركة كيف تعاملت العاصمة الإدارية والشركة موصوك فيها لأنه الشركة عملت في فترات طويلة وطورت وأداءها مشرف على كل المستوات لكن القضية هي الرسائل اللي بترسلها الشركة النموذج اللي عرضه أستاذ محمد وقال إنه ممكن يتكرر في جمعيات الإسكان خلي بالحضرتك كانت فيه فوضى في مراحل المعاني لازم نعترف في السوق العقاري أما بتقدمي نموذج جيد أنت بتقولي حفظوا على أموال الناس اللي هي حطت فلوسها وبالفعل زي ما هو كتب بأستاذ محمد وعبارة رائعة هي خطة أحمر لأنه في النهاردة تحويشة العمر اللي الناس جاية مقدمها في أي قطاع لو افتقدت الثقة ما بين الشركة أو المؤسسة اللي انت بتتعامل معها بتبقى مشكلة كبيرة أنا أعتقد وجود الثقة في السوق العقاري هو ده اللي ممكن يبقى صالح للتطبيق والتكرار في حالات أخرى جمعيات الإسكان في مصر تحتاج طبعا إلى مراجعة والقضية مش في أن حضرتك بيشتغلوا على موضوعات مرتبطة بي لا دي أولا أموال مصريين حطنها بعد شاء عمر ففي أمور كتيرة جدا بتأخذ في هذا لكن خلينا أقول بس عبارة مهمة أوي وأنا أحيي عليها الأستاذ محمد الإشادة بالشركة العسامة الإدارية الأمانة ناس بيشتغل بحرفية ومهنية لو عبدين مشهود له تاريخه العظيم والكبير يعني وهو فعلا عنوان المقال يعني معبر إنها كتيبة بالفعل وبالتالي دي خلي بالحق بترسل رسائل ثقة للمتعاملين مع كل هذا القطاع